سيدة ثرية في الثلاثين من عمرها وهي مطلقة بسبب حدتها وتعاليها على زوجها في صباح أحد الأيام استقلت سيارتها الفارهة وتوقفت أمام بائعة بيض وجبن فقيرة وسألتها بكم تبيع البيضة فأجابتها البائعة جنيه للبيضة الواحدة يا سيدتي فقالت لها بغرور أخذ عشر بيضات بثمانية جنيهات أو أرحل فأجابتها البائعة خذي كما أردتي عسى الله أن يفرج عنا فأخذت السيدة البيض وهي تشعر بالنصر ثم ركبت سيارتها الفارهة وانطلقت لتمر على صديقتها كي تصحبها معها إلى أحد المطاعم وبالمطعم طلبت ما طاب لها هي وصديقتها وقد أكلت وصديقتها القليل وتركتها الكثير وعندما جاءها العامل بفاتورة الحساب وجدتها بمائتين وثلاثين جنيها فأخرجت مائتين وخمسين جنيها وذهبت لصاحب المطعم وقالت له الباقي لكم ثم تركت صديقتها واستقلت سيارتها وسارت على الخط السريع وفجأة تعطلت سيارتها فنزلت ولوحت بيدها للسيارات المسرعة لكن لم يقف أحد لها وبعد وقت طويل توقفت سيارة قديمة الصنع يقودها شاب بسيط فنظرت إليه وإلى السيارة وترددت هل تصعد أم لا ظن منها بأن كل من يراها سيعلم بثرائها ويطمع فيها ولكنها صعدت بعدما استمعت القرآن الكريم من تسجيل السيارة وفي الطريق سألت الشاب عن اسمه وعمله فأخبرها وعلمت أنه جامعي ويعمل سائق أجر فاطمأنت قليلا وعندما وجدت الشاب مؤدبا ولم يلتفت إليها لحظة واحدة عاتبت نفسها فيما بينها وأنبت ضميرها لسوء ظنها وقررت أن تعطيه كل ما سيطلب من الأجر وفي الطريق استأذن الشاب من السيدة وتوقف عند بائع ذرى عجوز وأخذ بعض الذرى ثم أعطاه مبلغا أكبر بكثير من ثمن ما أخذ فقالت له السيدة لقد دفعت أضعاف ثمن ما أخذت ابتسم الشاب وقال لها يا سيدتي هذا رجل فقير وقد تعلمت من أبي هذا الصنيع فقد كان يشتري من بضائع البسطاء بأغلى الأثمان رغم أنه لا يحتاجها وعندما عبرت له عن انزعاجي وأنا صغير قال لي يا بني هذه صدقة مغلفة بالعزة لن تكلفنا الكثير ولكنها ستسعد المحتاج كثيرا شعرت السيدة بحزن شديد على ما فعلته مع البائعة الفقيرة وبالقرب من منزلها طلبت النزول وقالت للسائق كم حسابك فقال لها لا شيء أجرت أن تفعل الخير مع من تجديه دخلت السيدة بيتها وهي في ذهول ثم أخذت مبلغا كبيرا من المال وذهبت إلى بائعة البيض وهي تتمنى أن تجدها وبالفعل عندما وجدتها أعطتها كل ما معها فلم تصدق البائعة ما ترى فقالت للسيدة وهي تبكي الحمد لله الآن سأذهب إلى بيتي أستطيع الآن أن أحضر العلاج لابنة المريضة شعرت السيدة بسعادة لم تشعر بها من قبل وفي صباح اليوم التالي فوجئت بطليقها يأتي لها ومعه ابنهما الذي منعها من رؤيته بسبب سوء تعاملها معه وإهانتها له وقال لها سأترك لك ابنك وسأغادر البلاد وأتمنى أن أعود بعدما أصبح ثريا مثلك حتى لا تعيريني أو تعايري ولدي فيما بعد بأن والده من البسطاء الفقراء لم تترك السيدة طليقها يرحل بل طلبت منه أن يعيدها إلى عصمته ومنذ ذلك اليوم وهي تتعاطف مع البسطاء بعدما عادت إلى الله وبدأت تصلي وتقرأ القرآن وتستغفر الله على ما كان منها ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون دخل شاب للمسجد قبل صلاة الجمعة بوقت مناسب فواجد رجلا لم يره بالمسجد من قبل قد سبقه وجلس في المكان الذي اعتاد على الجلوس فيه بالصف الأول وبعد أن صلى الشاب ركعتين خفيفتين نظر إلى الرجل فشاهده يقرأ القرآن وعلى وجهه سمات التقوى والصلاح وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة سلم الرجل على هذا الشاب الذي كان يصلي على يمينه وسأله هل لديك حاجة فأقضيها لك فتعجب الشاب وقال له مبتسما شكرا لك أخي الكريم ثم التفت الرجل الوقور عن شماله وكان يجلس بجواره عامل يقوم بتنظيف الشوارع فسلم عليه وسأله نفس السؤال الذي سأله للشاب فحمر وجه العامل خجلا وقال للرجل هل يسأل عامل مثلي إذا كانت لديه حاجة فتهلل وجه الرجل بالبشرى والسرور وسأل العامل عن حاجته ثم قضاها له وأعطاه فوق ما طلب من مال وبعد أن خرج العامل من المسجد سعيدا سأل الشاب هذا الرجل من يكون وهل يفعل ما يفعله كل جمعة فقال له أنا أستاذ جامعي وبالفعل أفعل كل جمعة ما أفعله فما أصبحت أستاذا جامعيا إلا بسبب هذا العمل الطيب لقد كنت أصلي من زمن في مسجد قريب من الجامعة والحزن باد على وجهي بسبب وفاة والدي الذي يعولنا وليس لنا معيل سواه فالتفت نحوي رجل كان يصلي بجانبي وسألني هل لك حاجة يا بني فأقضيها لك فتوسمت الخير في وجهه وقلت نعم أريد أن أسدد أقصاط جامعتي فأجاب الرجل في سرور على الرأس والعين دلني عليها وأعطني اسمك بوضوح وغدا سأذهب وأستلم الإيصال وكل عام أفعل لك ما سأفعله غدا إلى أن تتخرج بإذن الله تعالى امتلأت عيناي بالدموع ودعوت له ثم سألته كيف أرد لك ذلك الجميل فأجاب لقد قال رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ورد الجميل لي أنك عندما تتخرج وتعمل اسأل من يصلي معك بعد الانتهاء من صلاة الجمعة نفس السؤال وإذا علمت بأن لديه حاجة اقضيها له إن استطعت فتكون قد رددت لي الجميل وفعلا يا أخي فقد أوفى هذا الرجل بعهده وسدد أقصات تعليمي حتى التخرج والعمل مدرسا جامعيا وكنت أزوره نهاية كل عام لأزف له خبر نجاحي فيعطيني مكافأة لم أكن أتخيلها وظل على هذا الحال إلى أن وافته المنية بعد تخرجي وأنا في كل جمعة أسافر وأتجول وأصلي في مسجد لم أصلي فيه من قبل وأسأل عن حاجة كل محتاج وسأظل في عهد هذا الرجل التقي باق إلى أن ألقى الله جل في علاه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون شاب من أسرة ثرية كان دائما لهو وبعيدا كل البعد عن خالقه وكانت له علاقات غرامية مع أكثر من فتاة وظل على هذا الحال حتى التقى بفتاة محجبة ذات خلق ودين فقرر الارتباط بها والتقدم لخطبتها إلا أن أهل الفتاة عندما أرادوا أن يسألوا عن هذا الشاب سمعوا كثيرا عن هذا الشاب بما لا يسر وخاصة علاقاته الغنامية فقرروا رفض خطبته لابنتهم إلا أن الفتاة قالت لوالديها لي مع هذا الشاب حديث وبعده سأقرر رأي وعند لقاء الفتاة بالشاب قالت له لا بد من إنهاء علاقاتك بالأخريات تماما والتقرب إلى الله بأفضل الأعمال وأعلم أن هذا الأمر ليس سهلا عليك إلا أنني أوصيك بأربعة أمور إن طبقتها ستجد كل الخير إن شاء الله عليك أولا أن تكون على وضوء من أول اليوم حتى آخره وتكثر من قراءة القرآن بين كل صلاة وصلاة وعند نومك نم متوضئا ثانيا أعطي الله ما يحب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر طوال اليوم وأكثر من الدعاء ثالثا تصدق يوميا فتحصين الأموال بالزكاة ومداوات المرضى بالصدقة رابعا أكثر من متح الله عز وجل وافق الشاب على كل ما أوصد به الفتاة وبالفعل قطع علاقته بكل ما يغضب الله تعالى وبدأ حياة جديدة وتمت الخطبة إلا أن إحدى الفتيات أرادت الانتقام منه بحجة أنه وعادها ثم تركها بهذه السهولة فصنعت له سحرا كان من نتائجه أن هذا الشاب أصبح كالطفل لا يعقل شيئا فاضطرت أسرته للسفر به إلى الخارج بعيدا عن أعين الناس ودون علم خطيبته وعندما اتصلت الفتاة بأسرته كي تطمئن عليه كانت جواب أهله أنها سبب ما حدث له فلولا هذه الخطبة ما مارض ابنهم فأصبحت الفتاة في حزن شديد حيث أنها بعيدة عنه ولا تعرف شيئا عنه سوى رقم هاتفه الجوال والذي أصبح مع أهله ولكن ثقتها بالله أزالت حزنها لذلك تصدقت على بعض الفقراء على أمل أن يتم الشفاء لخطيبها وظلت ليلة كاملة تشتكي إلى الله وتدعوه وهي تبكي وتقول يا رب فرج همي في هذا الصباح ومع نسمات الصباح استجاب الله لها فعندما فتحت هاتفها وجدت أكثر من عشرين اتصال من خطيبها وعندما اتصلت به علمت أن الله من عليه بالشفاء وأصبح في أحسن حال وحدد موعدا لزواجهما ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اشتركوا في القناة